اليوم الخميس الموافق 12 ابريل 2018 من الميلاد تصدقوا تصدقوا تقامنوا بالله ان الهري في موضوع الفيسيخ لسه شغل يعني بس والله انا مبسوط والله انا مبسوط رغم ان الهري كله عليا والسف كله عليا وطبعا السادة المشاهدين الكبار في السنة الشباب مش هيبقوا عارفين يعني ايه السف دي بس الشباب اللي بيسفوا عارفين انا قصدي ايه رغم ان الهري والسف كله عليا بس انا مبسوط علشان الكلمتين اللي انا قلتهم دول والظاهر وجعوا وجعوا الناس فيما يتعلق بالفسيخ واي حاجة توجع في مسألة الفيسيخ انا مبسوط بيها حتى لو كان السف عليا والهجوم عليا والشتيمة كمان عليا ماشي انا موافق يعني كمية هري وكمية انتقادات على جملتين انا قلتهم على الفيسيخ والناس سابوا كل حاجة سابوا كل حاجة انا قلتها ومسكم هوا بو خدوا بالكم بقى الاغراض هو الاول واحد شاير الجملة دي او السؤال اللي انا سألته ده كان الجزيرة فهو الاغراض كده وطبعا اللي جانة الالكترونية بقى بتاعت الجزيرة والاخوان والحلويات وبتاعة شغالين الله ينور اللي هي جملة تامر امين بيقول للمصريين انتو جبتوا فلوس الفيسيخ منين سابوا النص ساعة اللي انا كلمت عنها على الفيسيخ واضرار الفيسيخ ورحت الفيسيخ وانه هو مادة معفنة بكل المقاييس وان العالم كله بيستغرب من المصريين ازاي بيكلوا فيسيخ وليه بنعمل في نفسنا كده ومش عارف ايه ومسكوا في الحتة بتاعت جبتوا منين فلوس الفيسيخ وحولوا الموضوع على ان تامر امين بيهاجم المصريين وانا حقيقة الامر ان انا بهاجم الفيسيخ انا عايز اولع في الفيسيخ انا مالي المصريين دول شعبي واهلي وناسي لكن انا عايز اولع في الفيسيخ عايز اولع في العادة السودة من وجهة نظري دي اللي جايبالنا الكافية جايبالنا الكافية كاسمعة دولية وجايبالنا الكافية ان فيه ناس بتتسمم وناس بطنها بتبوز وناس مش عارف ايه واستغربت وانتقطت وما زلت الرقم الخرافي اللي اتصرف على الفسيخ في 48 ساعة مليار جنيه تصرفه على الفسيخ هل أنا بقى بقول لكم ان اتجبتوا من المليار جنيه كل واحد جاب الميت جنيه ولا ميتين جنيه منين ده كلام سازج يعني ده كلام سازج معتقدش ان انتو فاهمين ان انا قصدي ان كل واحد جاب الميت جنيه ولا ميتين جنيه من جنيه مش كده هو السؤال المليار جنيه ده اقول مش حرام يتصرفه على فسيخ يا عام اللي معام ميتين جنيه وميتين وخمسين جنيه وعايز اصرفهم في عيد شامل نسيين ما يروح يجيب بيهم كيلو لحمة كيلو لحمة بتيله كده يعمل عياله اكلة سكالوب يعني اتنين كيلو ونص مين ده عايش في الاسكالوب بمية احنا نهزر عليش اس الكنترول سنة التمانين عشان تجيب لك كيلو سكالوب حلو كده مفروض مش مشغت ولا معرق ولا بتاع ده يعني لو جيبتم مية وخمسين ميتين جنيه بقى بتاع فبدل ما تدفع ميتين جنيه في كيلو فسيخ تدفعه في كيلو سكالوب كباب حل حتة ضاني كده ترم بيها عضم عيالك وعضمك وبتاع هو ده الهدف هو ده الهدف والمقصود من كلامي ان انا مستحرم مبلغ خرافي زي ده مليار جنيه مليار جنيه يتصرف على فسيخ فسيخ يعني الفاسة خنجية الفاسة خنجية ياخدوا في جيوبهم مليار جنيه في تمانية واربعين ساعة يا سلام طبعا يعني كلهم رزق وكل واحد حلاله حلاله لكن انا هو ده مربط الفرس هو ده كلامي فانا بهاجم الفسيخ وبعدين مش معقولة بقى كده كترة قوي هو انا كل شام النسيم حتشتم هو ده ايه ده عين الشتيبة بتاعتبر امين يعني ستون السرزة زي الفل وحبايب وبنحب بعضه وعجبكم الكلام وبتاع ييجي تين 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 جرز يوم شام النسيم يلا رحلة الشتيبة بتاعتبر امين كل شام النسيم مش معقولة كده اخوان طب شام النسيم قتشتم وشام النسيم لأ يعني مش هوها كده عشان حتى ريح واخد نفسي لكن ما علينا وسابوا الجملة الاهم اللي انا قلتها ان المصريين استنصحوا من كام شهر وقطعوا السمك البوري لما وصل الكيلو بتاعه 60 جنيه وعملوا مقاطعة اسمها خلوه عند السمكين لحد ما يعفن ولما عفن راحوا اشتروا بيه وخمسين جنيه قال ايه اسمه في سيخ هو ده اللي انا عايزكم تركزه فيه مش بقى جبته الفلوس بنين والمية جنيه لكن ما علينا انا بقولكو انا مبسوط طالما الهري ده كله هيخلينا نفكر في موضوع الفيسيخ ويا رب يبقى فيه انصار كده ليه حملتي لمقاطعة الفيسيخ او البعد عن الفيسيخ انا سعيد ومستحمل الشتيمة بتاعت كل شام النسيم اهي مرة في السنة وتعدي قدامنا سنة لحد ما نسمع الشتيمة تانية ان شاء الله باي